بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب عمر الدنيا معكم arpkethtml.com طبعا النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض نبص على جزئية الفيو والرود طبعا هنبص على جزئية سيمبل على اساس ان احنا ازاي ناخد من الروت بتاعنا ونطلع عليه الفيو وبعد كده نبص على الاوتبوت من خلال البراوزر بتاعنا طبعا احنا شغالين على الروفول mvc فطبعا كل ما هتبقى بتاعتك او الخبرة بتاعتك في php اقوى كل ما هتلاقي طبعا الجزئية دي بالنسبة لك اسهل فطبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله طبعا هنروح نبص هنا على التكس ايتر بتاعنا هو ده طبعا التكس ايتر بتاعنا هنروح نبص على الاب وهنخش من الاب على ال http وبعد كده هنخش على الروت بتاعنا طبعا لما نيجي نبص برضو هنلاقي نفسنا في جزئية احنا عايزين نبص عليها طبعا هنا لما نيجي نبص هنلاقي طبعا الروت جيت وبعدين السلاش طبعا السلاش دي جاية للhome page او الاندكس الروت بتاعت الموقع بتاعك او الاب بتاعك وبعد كده في الفنكشن بتاعك وبعد كده الريترن لما نيجي نبص على الجزئية دي هنلاقي نفسنا فيه anonymous function عادي جدا اكدنا انا شغالين gs او gquery طبعا هنا في php اسمها closure طبعا لما نيجي نبص على الجزئية دي طبعا بنيجي هنا للروت للريترن بتاعنا وبعد كده الفيو وبعد كده بنبص على الاسم الفولدر او الفايل اللي احنا عايزين نبدأ نشتغل عليه طبعا هنا بقولك return view welcome لما نيجي هنا نروح نبص تاني وهنقول ان احنا عايزين بس نقفل دوا وهنيجي نخش هنا على الريسورس بتاعنا وهنا هنخش على الفيو وهنا هنلاقي طبعا ال welcome بتاعنا طبعا من هنا هوا احنا بدأنا نطلع ال output بتاعنا عادي جدا html عادي جدا مفيش اي مشاكل لما هجي بص هنا هنلاقي طبعا هو ده اللي موجود قدامي لرفل 5 لان طبعا هنا هوا في الجزئية دي احنا بنتكلم على الريفل 5 طبعا html عادي وبعد كده فيه dev وهنا طبعا بنطلع الجزئية دي اللي هي للhome page لما هجي غير هنا فعلا نقول هنا الhome page وهعمل ctrl s وهاجي اروح هنا هوا هلاقي طبعا اكيد طبعا الريفل 5 هتروح على الhome page جميل جدا لما هرجع هنا هوا التاني واروح على ال route بتاعي وهنا طبعا welcome مش جزئية يعني عايزين نغير الpage بتاعتنا هنقول هنا الpage بتاعتنا اسمها home لما هجي قول هنا ctrl s طبعا هنا احنا بنقول له طبعا ايه get وهتليني view اللي اسمها home يبقى انا هنا الوقت لو رحت على البروزر بتاعي وعملت هنا refresh اول error هيجيلي ان هنا طبعا بيقول لك ال error بتاع view home not find طيب جميل جدا يبقى انا لو رجعت تاني هنا هوا وروحت على الفايل بتاعي وروحت هنا هوا وجيت عملت right click على اساس ان انا عايز اغير او عامل rename اللي الفايل دوا وهاجي هنا هوا اخش على جزئية الhome زي ما انا قلت بالزبط في جزئية route وهقول هنا اوكي وهنا طبعا هقول له اوكي وهنا طبعا بقى اسمه home لان طبعا هنا في ال route بتاعي انا بقول له view home لو رجعت تاني على البروزر وعملت هنا refresh هنلاقي طبعا كل حاجة رجعت زي ما هي من البداية هنروح تاني على البروزر بتاعنا او على التكس اتر قصدي بتاعنا وهنشيل السايد بردي احنا مش محتاجينها خلاص الوقتي وهنروح هنا هوا على الhome وطبعا انا هشيل الجزئ دي خلاص لانا طبعا مش محتاجها وهنعمل folder جديد او file جديد put strap وهاجي هنا هوا اقول ان انا عايز larovale with Arabic Arabic HTML ctrl s وهروح ابص تاني هعمل refresh طبعا هنا اجا larovale with Arabic HTML يبقى انا كده بدأت ان انا ابدأ احط ال HTML بتاعي عادي جدا ابدأ ابص على الجزئية دي من غير اي مشاكل طبعا هنا احنا فتحين الفايل بتاعنا عادي اعملنا doctype بتاعنا حطنا CSS بتاعتنا اللينكات بتاعتنا الجزئ دي طبعا هنبص قدام ازاي احنا ممكن نحط جزئية CSS بتاعتنا والGS الكلام ده كله بس طبعا هنا هوا احنا بنبص ليه جزئية view بتاعنا او blade بتاعنا لما هاجي ابص على جزئية blade اللي احنا لسه بنتكلم عليها هاجي هنا او هلاقي طبعا فوق هنا او بقولك home.blade.php طبعا عادي جدا اللي انا ممكن اشتغل مع الرافل برضو ان انا ممكن اشتغل على home.php وابدأ اشتغل على ال php العادي اللي انا بشتغل عليه بس طبعا الرافل ما خلنا في جزئية اسمها blade طبعا ما غير لنا بعض السنتاجس على اساس ان احنا تساهل الموضوع علينا ونشوف php بشكل تاني وهنا لما هنجي نبص على اول جزئية لل blade بتاعتنا لما هنجي نبص هنا ونقول ان هو ده ال home page بتاعتنا جميل جدا هنا طبعا ده ال html عادي وهنا ال head بتاعنا ال body ال script طيب ماشي انا كل مرة هعمل فيها page جديدة هل انا هاخد الجزئية دي copy paste بس طبعا انا php طبعا انا هاخد ال hidden لوحده هاخد الفوتر لوحده وهكذا وهبص على الجزئية دي وهعمل لها include او هنبص على blade ممكن بيشتغل ازاي لما اجي اروح هنا او على sidebar بتاعتي وهنا عايز اعمل file جديد واقول اسمه layout layout.blade.php وهنا طبعا هتبقى ده ال layout بتاعي اللي هو طبعا انا هاخد لاي page تاني او لبعض بعض الصفحات اللي انا هشتغل عليها وطبعا ممكن اشتغل على layout تاني بس طبعا الجزئية دي هنبص عليها واحدة واحدة طبعا هنا او هارجع هنا او على ال home بتاعتي هاخد هنا ctrl x كله وهنا طبعا هروح على layout هقول ctrl v وهنا طبعا ctrl s وهنا طبعا لو رحت هنا او على ال home بتاعتي وقلت هنا home page يبقى انا كده لو رحت تاني ورجعت على ال browser refresh هنلاقي طبعا هنا هوا مفيش اي style مفيش اي حق خلص هي بس جزئية ال home page زي ما انا كتبها بالزبط يبقى انا لو رجعت التاني هنا هوا على اساس ان انا عايز ابص على layout بتاعي طيب layout بتاعي انا الجزئية دي انا عايز اطبعا متكررها معي الجزئية انا عايز انا متكررها معي الجزئية دي هي دي الجزئية اللي انا عايز العب فيها واقول ان انا الجزئية دي كل page عايز اكررها بشكل تاني او المعلومات اللي جوه مش هتبقى متشابهة يبقى انا هنا هوا هاجي على الجزئية دي هشيل دي خالص واقول هنا هوا ان انا عايز اعمل yield للفايل بتاعي وهبتدي طبعا بالadd simple وهاجي هنا هوا اقول yield واقول ان انا عايز الجزئية دي اسمها content طبعا هنا مفيش اي مشاكل ممكن اقول content ممكن اقول body ممكن اقول container دي حاجة براحتنا احنا بس طبعا احنا نشتغل على content كده جميلي بقى انا كده بقول ان انا عايز اخش على الجزئية دي عايز اخش على الجزئية دي وهنا طبعا عايز ابدأ اشتغل على content بتاعي هشيل السيد تاني بتاعتي وهاروح هنا هوا على اساس ان انا عايز ابتدي الجزئية دي واقول ان انا عايز اخد كل المعلومات او ال html اللي موجود في ال layout بتاعتي بان هنا اقول at extend extend a extend طبعا فايل layout بتاعي اللي انا طبعا عامله وهنا طبعا في حاجة اسمها section طبعا ال section بتاعي ان انا عايز ابتدي ال section بتاعه ابدأ اكتب فيه اقول هنا section او ممكن تبص عليها ان احنا ممكن نقول هنا بس stop بس كده خلاص يبقى انا كده هنا اهو لو جيت هنا اهو وعملت الحون بتاعتي تاني وقلت هنا هوم بيج وقلت كنترول اس وروحت وبستت على البراوزر بتاعي وعملت هنا ريفرش هنلاقي طبعا هنا الهوم بيج اتغيرت جيت في النص طبعا الفونت بتاع اتغير لو هنا عملت كنترول يو على اساس ان انا عايز ابص على الفايل بتاعي هنلاقي طبعا هنا الحون بتاعي عادي جدا هنا الجزئية في الهتش تيميل اللي انا دخلته للكنتينر بتاعي وهنا طبعا الجزئية السكريبت بتاعتي عادي جدا جميل جدا لما اجيب بص الوقت ان انا عايز ابدأ اخد معلومات من الروت بتاعتي وابدأ اطلعها او اتبط للبيج بتاعتي طبعا هنا اهو لما هنيجي نتبص للجزئية دي طبعا المعلومات دي ممكن تجلنا عن طريق من من فيرابلز او اري او اي حاجة داتا جايلنا من بيج لبيج او من الديتابات للبيج بتاعتنا فطبعا عايزين نبص ازاي احنا ممكن ناخد المعلومات دي بتاعتنا طبعا هنا اهو لما نيجي نبص هنلاقي طبعا هنا ريترن فيو هوم طيب ماشي انا لما هاجي ابتدي الوقتي ان انا عايز اخش على الهوم بتاعتي يبقى انا هنا ممكن اعمل كومة وهاجي اقول ان انا عايز ادخل تايتل والتايتل دوا هيبقى laravel with arabic html وهنا طبعا الجزئية دي لازم ادخلها جوه اري وهاجي هنا افتح الاري بتاعتي وهنا طبعا دي نهاية الاري بتاعتي بتاعتي وهقول هنا كنترول اس لما هاجي اروح تانية على فايل الهوم بتاعي وهاجي هنا اشيل جزئي دي نقول هنا php equal title بتاعي لان طبعا هنا قبل ما نيجي نطلع على البروزر بتاعنا لما نيجي هنا نبص طبعا هنا ده الاري بتاعتي هو ده التايتل اللي جاي معايا طبعا هنا التايتل بيكتب بنفس الطريقة كده اهو بس انها لما اروح اترجمه في الهوم بيج او في البيج اللي انا عايزها طبعا بياخد شكل الفيرابل بتاعي وهنا طبعا عايزين نخش على ايكو كنترول اس ولما هاجي هنا اروح ابص الوقتي على البروزر بتاعي وعمل ريفرش هنلاقي طبعا الارفيل والاربك اتش تيمال يبقى احنا كده بصتنا ازاي ان احنا ممكن ندخل اول جزئية موجودة عندنا طبعا لما هاجي ابص عليها على طريقة البيج وهارجع تاني البيج بتاعتي وهنا طبعا هاشيل الجزئي دي وهنا طبعا هاشيل الجزئي دي هو ده البيج بتاعي وهنا طبعا هحط الكيرل لبريجز بتاعتي وهنا طبعا هاخد جزئية الفيرابل اللي انا لسا عمله وادخله جوه البيجز طبعا بريجز دي معناها ان بي اتش بي افتح البي اتش بي افل بي اتش بي وايكو في النص يبقى انا هنا عملت كنترول اس وهنا طبعا لو روحت هنا التاني وعملت ريفرش هنلاقي كل حاجة زي ما هي جميل جدا لما هرجع هنا التاني الوقتي على اساس ان انا عايز اروح للراود بتاعي وهل انا ممكن ادخل كذا فيربل طبعا ممكن ادخل كذا فيربل طبعا هنا الطريقة بتاعتنا ممكن ناخد الجزئي دي طبعا احنا جوه الاراي بتاعتنا هنعمل الكمة وهنا مثلا هنقول level وهنا طبعا هبدأ الlevel بتاعي وقول له advanced طبعا زي ما احنا لاحزنا هنا طبعا هنا التايتل بتاعنا وبعد كده السهم بتاعنا وبعد كده الverbal او ال data اللي احنا عايزين نعمل لها pass لجزئية الهم وطبعا هنا هوا في جزئية تانية في كما في النص هنا هوا وطبعا بنعمل الجزئية دي جديدة لما هاجي بص هنا في الهم بيج بطريقة تانية خالص وهاجي هنا عايز افتاح paragraph وبعد كده طبعا عايز اعمل small وهنا هعمل جزئية الlevel بتاعتي level ctrl s وطبعا هنا لو روحنا بصينا advanced يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة جديدة جميل يبقى احنا كده لو روحنا التاني على اساس ان احنا نبدأ نغير هنقول هنا with php advanced مثلا بس هنا طبعا عايز اخد الجزئية دي وطبعا عايز اخش على جزئية الف else طبعا الف else في البلايد ممكن ناخدها برضو نفس نظام الاد f وقول هنا لو الlevel بتاعي بي ساوي advanced وهنا طبعا هتبقى نهاية الف بتاعت الاول and f وهنا طبعا هاخد الجزئية دي ودخلها جوه واقول هنا ctrl s وهنا طبعا هروح ابص على البروزر بتاعي وهنا هعمل refresh هنلاقي طبعا with php advanced لان طبعا الجزئية اللي احنا شغالين فيها شغالين فيها advanced لو انا رجعت التاني للroad بتاعتي وهنا قلت مثلا basic ctrl s وروحت تاني على البروزر بتاعي وعملت refresh هنلاقي طبعا الجزئية بتاعتنا دي اختفت هنرجع تاني على التكس ادر بتاعنا وهنروح هنا على الهوم وهنا طبعا ممكن اقول ان انا الوقتي لو الجزئية دي advanced يبقى طلعلي كده لان طبعا انا في عادي if else عادية جدا يبقى هنا اقول at else وهنا طبعا لو نزلت يبقى انا ممكن ااخد الجزئية دي التاني بس طبعا with php وعشي البروزر بتاعي وقول هنا basic ctrl s وطبعا هنا هو لو روح نبصينا هنلاقي طبعا with php basic بمعنى ان احنا blade هو بس مجرد ان هو بمغير ال syntax بتاعتنا بس طبعا ال php اللي احنا بنشتغل بيه هو هو ال php اللي احنا طبعا نشتغل بيه بس طبعا هنا مساهل لنا الموضوع على اساس ان انا هنا بافتح ال f بتاعتي بقفل ال f بتاعتي او طبعا في النص else ما باخدش بالي ان انا لازم اقفل ال php بتاعتي وافتح ال php تاني من اول وجديد او هدخلها جوة echo وابدأ انزل الجزئية دي لا هو مساهل لنا الموضوع بتاعنا عادي جدا طبعا هنا لما هاجي ارجع هنا التاني على اساس ان انا عايز ارجع هنا advanced واقول هنا ctrl s وعايز ابص على شكل تاني للجزئية دي طبعا لو طلعت فوق هنا اوه قولت ان انا عايز اعمل الوقتي array جديدة اسمها cats للcategory وهنا طبعا ال array بتاعتي هتبقى واخد mysql هناخد كمان php وهنا طبعا هناخد اخر جزئية لنا هتبقى oop وهنا طبعا هنحط السمة colon بتاعتنا وهنا طبعا انا عايز انزل هنا اوه على اساس ان انا عايز اعمل ال coma بتاعتي وعايز اعمل جزئية ال cats وهنا طبعا هتاخد ال variable نهو او ال data انه هي طبعا ال data اللي مكتوبة فوق اللي هي طبعا ال cats اللي هي ال array بتاعتنا وطبعا هنا لو قلنا ctrl s ورجعنا تاني على جزئية ال home وهنا طبعا انا عايز انزل كده تحت كده شوية وحط هنا مثلا paragraph وقول هنا lorem وهنا طبعا انا عايز انزل تحت تاني وحط هنا hr وطبعا هاجي انزل تحت تاني واقول h3 tag وهنيجي هنا ونقول we will cover وهنا طبعا عايز ابص على for each طبعا for each هتبقى نفس الجزئية ل php او نفس الجزئية مع plate يبقى هنا هقول add for each وهنا طبعا for each a cats as cat طبعا هنا احنا قلنا لو نرجعنا لل route تاني وهنا طبعا ال cats دي هو ده ال variable بتاعنا لما نيجي نترجمه او ناخده على جزئية ال home هناخده طبعا بنفس ال variable بتاعنا يبقى هنا هوا هاجي انزل هنا تحت كده واقول هنا ان انا عايز اعمل end for each وهنا طبعا انا عايز اخش بس ونقول هنا ul الجزئية دي وهندخل الجزئية دي كده جوا شوية وهنا طبعا هاجي انزل تحت على اساس ان انا هقول end ul بتاعتي وهنا طبعا ال li بتاعتي وهنفتح ال curly braces وهنقول هنا cat لل category ctrl s refresh هنلاقي طبعا هنا ده اللورم ابسن بتاعنا عادي جدا وطبعا هنا ال array اللي انا عامل لها output بتاعتي لما هاجي اروح ابص على ال route تاني بتاعي وطبعا ال level لما هاجي اروح ابص على ال level طبعا مديني اكتر من طريقة ان انا ممكن اعمل بيها output للمعلومات بتاعتي طبعا من الاريح لنا ان احنا نحفظ طريقة واحدة ونبدأ نشتغل عليها بس طبعا في حاجات هبدأ اقولك ان في لها كزا طريقة وطبعا انت من هنا ممكن تنقي الجزئية دي شكلها عامل ازاي او انت ممكن ترتاح على الجزئين نيه طبعا هشيل الجزئية دي وهخش هنا على اساس ان انا هاجي هنا من اول الكومة بتاعتي وهشيل الجزئية دي طبعا وبعد ال array بتاعتي هعمل الكومة بتاعتي واقول هنا compact وهخش على ال variable بتاعي اللي هو cats طبعا من هنا هو compact طبعا بيجي ياخد ال cats طبعا هنا هو بياخد لي cats بتاعتي وبياخد لي variable بتاعتي اللي اتنين في واحد وطبعا هنا لوقتها عملت ctrl s وروحنا هنا هو وعملنا refresh هلا كل حاجة زي ما هي ما تغيرتش هارجع تاني لجزئية blade بتاعتي وعايز ابص على اخر جزئية تانية طبعا في معلومات تانية ممكن تخش لجينا بس طبعا انا عايز ابص على شوية اجزائي زي دلوقتي ما بصنا على section extend دخلنا على f else وبصنا على for each تعالوا نبص على for طبعا هنا هنيجي نقول hr تاني وهنا هعمل h3 هاقول learn how to code وهنا طبعا هبدأ الجزئية دي بتاعتي اللي هو for وهنا طبعا انا عايز ابتدي الفور بتاعتي على اساس ان انا هقول هعمل هعمل الverbal بتاع اسمه i وطبعا الا i ده هصفره طبعا لانه لازم يبتدي من اول الصفر وبعد كده هعمل اللوب بتاعي من بداية الا i لغاية العشرة وبعد كده طبعا هعمل اللوب بتاعي للا i اللي هو plus plus يبقى انك كده تمام هاجي انزل تحت وهنا طبعا قبل ما انسى and for وهنا طبعا هخش جوه هنا هوا على اساس ان انا هقول الا i على طول وهاترف هاشمارك لانا طبعا مش راح اي حتى خالص وهنا طبعا هنقول مثلا فيديو الا i بتاعتي طبعا اللي هتعمل لها اللوب هقول هنا control s وهنا هوا يبقى انك كده مش نقسنا اي حتى خالص هنروح هنا هوا على ال page بتاعتي هعمل refresh هنلاقي طبعا هنا هوا جايل اللوب بتاعي من اول الصفر لغاية طبعا التسعة بتاعتي لانا طبعا ال page بيبدأ ياخد الجزئية دي طبعا لما نيجي نشتغل على ال database هنبدأ نبص على الجزئية دي طبعا جزئية ال blade او جزئية view بتاعتنا ما كانش صعبة عايزين نبدأ نبص من اول الدرس الجاي ازاي احنا ممكن نبدأ ناخد ال pages بتاعتنا على اساس ان احنا طبعا الجزئية دي بالنسبة لان احنا نعمل extent لجزئية دي طبعا عايزين نبص على الجزئية دي عايزين نزود كذا ال route ازاي نعمل لينكات من ال route دا لل route دوا وهكذا وشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب